السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم في فيديو الحل على قواعد الوحدة الخمسة الدرس الأول والتاني فريزال فيربس ما تنسوش أن الفيديو اللي قبل ده كان فيديو الشرح اسمعوا فيديو الشرح الأول وتعالوا حلوا معي صفحة 237 رقم واحد بيقول I think everyone أعتقد أن كل واحد will take سوف take هنترجمها حسب الاختيارات in the next meeting في الاجتماع القادم take place معناها يحدث اللي تسوي happen ok رزي ما قلنا take away معناها يأخذ بعيدا يأخذ ايه بعيدا اكيد مش جاي take part معناها يشارك وقلنا تسوي participate take apart معناها يفكك زي يفكك ايه مثلا جهاز لعبة وها كسا طبعا إجابة واضحة جدا take part اللي هتسوي ايه شباب participate طيب هنعمل حركة عشان نحفظ مع بعض كل جملة نكتب جنبها الفعل اللي ايه اخترناه فtake part معناها يشارك معناها ايه يشارك take part اثنين switch نقط all the devices كل الأجهزة before leaving the office قبل مغادرة المكتب احنا اتفقنا switch on يعني شغل و switch off معناها يفصل تمام كده ده المحتاجينها طيب الاجابة تكون ايه حسب المعنى off اكيد يعني افصل كل الأجهزة قبل مغادرتك المكتب يبقى نكتب زي ما اتفقنا switch on او off حسب ايه المعنى يفصل او يشغل ثلاثة بيقول let's look نقط new ways of working on ولا into ولا to ولا back احنا اتفقنا look into معناها ايه يحاول ان يجد او يتباحس او يلقي نظرة في حسب السياق والمعنى يبقى هنا ايه look into الكتاب مترجمها يحقط فيه بس شايفها مش حلو او نقول ايه يحاول ان يجد يجد او يتباحس احنا اخدنا بالجده تعبير اسمه look into possibilities يحاول ان يجد احتمالية او يلقي نظرة على الاحتماليات وهكذا طيب رقم اربعة you don't have to turn your camera not انت مش لازم turn your camera not يا اما off يا اما on مش هتمشي up ولا down مش بتعلو صوت هنا ولا بتاع هنا بتفصل او تشغل حسب السياق if you don't want to لو انت مش عايز leave it فاسبها كذا الاختيار ايه بيقول on او off طب نحط on كده هنا ونحط off هنا ونشوف المعنى ماشي ولا لا انت مش لازم انك تشغل الكاميرا لو انت مش عايز سيبها مفصولة او يبقى دي سليمة واضحت طيب انتو بقوا اوفوا ابوا اونوا ابوا دا ونتلاقى المعنى مش ركبه اصلا خلينا نركز على الفلع اللي نحفظه يبقى عندنا turn on او off تساوي تماما ايه ليس ايلينا مش شوية switch on و switch off رقم خمسة at least على الاقل i have this weekend to catch with the school work i missed احنا قلنا catch up with معناها يلحق بي او يسير او يواكب وهنا معناها يلحق بي يبقى كمان مرة catch up with ودي متعدية لمفعول زي ما اتفقنا من غير with لازمة يلحق بي 6 if you neglect neglect يعني يهمل لو انت تهمل عملك your work it's difficult to catch up من الصعب انك تساير او تلحق بهم طيب هل catch up بعدها مفعول لا لازم with لازم ايه with طبعا في النقطة وقفت هنا مفيش object وبالتالي مش هنختار up with يبقى دي catch up اللي هي من غير with اللي هي اللازمة معناها يلحق او يواكب او يسير بس من غير مفعول به 7 i asked her طلبت منها to turn her sound not انها توطي صوتها او تعلي صوتها but then ولكن ساعتها it was much too loud كان الصوت عالي جدا جدا الجملة دي عملت حالة من الجدل ولكن انا شايفها واضحة جدا عشان hear شايفين hear دي hear يعني ده صوتها هتقول لأ يا مستر sound صوت غير عقل لا sound كله sound اي صوت وخلاص تمام كده وهو قصد هنا ليه sound لان صوتها مش واضح قوي لو الصوت مش واضح قوي مش هيبقى voice هيبقى sound مثلا لكن voice صوت انسان ما سموع تمام كده فبيقول لها لو سمحت يعني عالي صوتك ماشي وبالتالي الاجابة هتكون ايه up طيب هتقول لي my a but then it was much too loud يعني انا طلبت منها انها تعلي صوتها بس للأسف ولكن ساعتها صوتها عالي زياد عن اللازم يعني هو طلب منها سنة صغيرة بس علته قوي ادي معناها تمانية I ask my sister 3 من اختي to look not the baby for me انها تعتني بالطفل من اجلي يبقى قولنا look after معناها يعتني بي look after تمام كده يبقى look after يعتني بي احنا في رقم 7 نسينا turn up turn up معناها يعلي ايه الصوت او الحرارة حسب السياق 9 a بيكلم بي who has taken your mobile مين اللي اخد تليفونك فقال I haven't not it انا لسه ما عرفتش لسه ما اكتشفتش فيبقى found out بس من غير about عشان ما فيش مفعول به يبقى find out معناها يكتشف بدون مفعول به ضفت لها about محتاج مفعول به اللي هي اصلا موجودة في ايه في عشرة اهي المفعول به كان it وبالتالي نختار ايه found out about يبقى find out دي يكتشف وده كده لازم لكن find out about معناها ايه يكتشف بشأن او يعرف عن يعرف عن ودي متعدية لمفعول 11 بيقول we have space all the roses كل الورود in the garden في الحديقة there isn't any left مش فاضل اي حاجة used up استهلكنا تمشي warmed up معناها سخنة مش هتمشي sit up معناها ينصب او يثبت مش جاي work out ان معناها يحل مشكلة مثلا مش جاي اذا اجابة تكون used up يبقى use up يعني يا شباب use up معناها يستهلك use up use up طيب رقم 12 بيقولتو stay not means انك تبقى not معناها not to go to bed انك ما تروحش تنام at the normal time في الوقت الطبيعي يبقى stay up يعني يصهر stay up يعني يصهر stay up stay up رقم 13 i typed and sent the email and soon logged not يعني انا طبعت او كتبت الاميل وبعدته وبعدها اي خلاص خلصت يبقى looked out قلنا look out معناها يسجل خروج خلاص خلاص فبيسجل ايه خروج look out طبعا ما فيش out يبقى فيه off ماشي يبقى الاجابة تكون off 14 my car broke not and i had to take a taxi عربي تتعطلت يبقى break down يبقى broke down يبقى كلمة break down من ضمن معنها يتعطل ده فعل لازم break down يتعطل وكمتعدي يحطم وعلى فكرة break down لها معنى تاني ينهار ماشي رقم 15 you are right to انت محق في انك نقط longer break راحة اطول between work hours بين ساعات العمل يبقى تطالب لان pay back معنى يسدد يسدد دين plug in يوصل مسا في الكهرباء او في الفيشة give in يستسلم وask for معنى يطلب يبقى الاجابة تكون ايه ask for يطلب ask for يعنى ايه يطلب طيب البعدها 16 please turn on the tv لو سمحت نقطة التلفزيون while بينما i am on the phone انا اكون على التلفزيون turn on شغله ما هو كده كده شغال turn off خلي بالك دي مش off off ملهاش معنى لكن off يعني افصله لو في off كانت تمشي down معنى ممكن يوطي التلفزيون يعني يوطي الصوت يعني قصده كده turn up يعني الصوت مش هتيجي اذا اجابة turn down لبن ننساش turn down عكس ايه عكس turn up 17 don't get nervous يعني ما تتوترش calm نقطة please اهدى لو سمحت calm down calm down على بعض اهدى calm down طيب 18 I sit not on my trip at around 7 انطلقت في رحلتي حوالي الساعة كام سبعة sit off sit off اتنين اف خلي بالك sit off يعني ينطلق sit off sit off 19 بيقول I had to not the power cable انا اضطرت اني اعمل ايه للكبل بتاع الكهرباء to recharge لكي اعيد شحن the battery البطارية payback قلنا معناه يسدد ما تجيش plug in يوصل في الكهرباء give in يستسلم ask for يطلب اذا الاجابة plug in يوصل الفيشة في الكهرباء رقم 20 I had to know the call as there is someone at the door اضطرت اني اوقف المكالمة عشان فيه حد بيخبط عجب قلنا hang up hang up معناه ايه يعلق المكالمة او يفصلها ماشي لكن give up يعني يستسلم وقلنا hand in معناه يسلم باليد خاصة لشخص مسؤول او راق مثلا blow up معناه ينفجر او يفجر ده معنى او يكبر الصورة ده معنى تاني الاخدنا يكبر صورة مثلا 21 would you pay your friend نقط the money ممكن ترجع لصاحبك الفلوس قلنا pay back pay back ممكن ترجع الفلوس اللي انت اهتدين بها اليه او معناه تدين عليك الفلوس دي يعني 22 everything finally نقط كل حاجة في النهاية كذا and i was over the moon وايه وانا كنت مبسوط جدا took off معناه ايه اقلعة مسلا مش جاية او خلعة مش جاية turn up وانا يعلي الصوت went on يستمر وworked out معناه يتحل طبعا الاجابة الاقوى هنا worked out كان المفروض يشيل went on 23 a بيكلم بي بيقوله this is a difficult word دي كلمة صعبة فقاله اينو انا عارف why don't you لما لايه تبحث عنها في قموس انه ايه look it up look it up تمام يبقى الاجابة d يبقى look up معناه يبحث عن معلومة في مصدر زي كلمة في قموس وليها المعنى الحرف اللي ينظر لاعلى لو جد بعدها هتو زي ما قلنا look up معناه ينظر باجلال لشخص يحترمه يأخذه كقدوة مثل وهكذا 24 بيقول which mobile phone have you decided not sir انا تلفون من دول انت استقريت عليه خلاص اخترت decide on ايوه كده يبقى decide on معنى يحدد او يستقر على شيء decide on decide on اكتب decide on معنى يحدد او يستقر على شيء 25 بيقول the secretary called not the meeting السكرتيرة عملت الى الاجتماع because the manager was seriously لان المدير كان تعبان جدا يبقى لغت يبقى فاكرين الكتاب كان يؤجل قلت لكم الافضل cancel يبقى call off معنى ايه يلغي call off call off معنى ايه يلغي call off 26 بيقول I expected my friend to help me توقعت ان الصديق يساعدني but he let me ولكن خزلني let me down let me down يبقى let down معنى يخزل let down let down let down 27 بيقول the air hostess مضيفة الطيران asked us to طلبت مننا fasten our seat belts fasten ت silent fasten يعني يربط يربط يعني يربط احزمة الامان the plane لان الطيارة was about to كانت على وشك انها take off تقلع يبقى take off تقلع او يخلع المنابس بس هنا معنى ايه يقلع take off take off 28 I asked the petrol attendant طلبت او سألت من العامل في البنزينة يعني to knock the tank with petrol يملأ التانك بال يملأ هتقول لي fill انا هقول له غلط يملأ بيانات يملأ بيانات لكن يملأ اي حاجة تانية fill fill with fill up وها احنا قلنا fill up معنى يملأ حتى ليه الاخر يعني يملأ الاخر 29 I knocked the documents to the manager in person انا سلمت المستندات للمدير شخصيا in person معنى شخصيا يبقى يسلم مستندات اسمه handed in تمام هنقولها كمان مرة hand in hand in رقم 30 بيقول I found some money in the street and I'm going to knock to the police انا لقيت شوات في الشرع وهسلم ها للبوز نفس الجملة بالزبط ولكن عندنا اختيارين hand it in ولا hand in it احنا قلنا في الغالب مع الضمير بيكون ايه في النص يعني فيها شواز هي احفظها كده hand in it خطأ تمام كده فنقولها hand it in تمام رقم 31 بيقول to sit off معناها arrive يصل لا leave يقدر تمشي finish ينتهي cook يطهو اذا الاجابة leave يبقى كمان مرة sit off معناها ينطلق sit off ينطلق 32 I have already installed the software بالفعل ثبت البرامج we can use نستطيع نستخدم نقط instead of installed ممكن نستخدم كلمة ايه بدلا من يسطب او ينصب او احنا عارفين ان sit up احنا بنقولها بالعمية يسطب ماشي يسطب sit up يبقى اذا sit up يثبت تساوي install نفس المعنى يسطب برنامج يثبت برنامج ينصب برنامج 33 the baby has dropped its toy الولد وقع والطفل الرضيع ده وقع اللعبة بتاعته فانا هلتقط ها قلنا يلتقط pick up ولا نكتبها باللون ده عشان ايه متعودين عليه pick up pick up يعني يلتقط تمام طيب هو جايب في الاختراض كله pick up ولكن في ضمير اتفقنا الضمير المفروض يكون فين في النص يبقى pick it up زي بالزبط hand it in نفس المعنى بالزبط كمان مرة عندنا لما يكون في ضمير بيكون ما بين الفعل وإيه وحرف الجر إذن الإجابة تكون pick it up رقم 34 بيقول we only waited a little when he turned not احنا فقط انتظرنا شوية زيارين لما هو ايه ظهر او جه تمام يبقى turn up يبقى هنا مش معناه يعني الصوت معناها ييجي يعني يأتي turn up 35 I was shocked كنت مصدوما because I didn't expect him لإني ما توقعتش إنه to turn not my request request معناها طلب وturn مع down معناها ايه معناها يلغي turn down تمام يلغي زي cancel بالزبط يلغي طالبي مثلا أو يرفض هنا بلاش نقول يلغي يرفض أفضل يبقى turn down غير المعنى اللي احنا عارفينه يعني يوط الصوت أو الحراء هنا معناها ايه يرفض رقم 36 this photo is small الصورة دي صغننة it needs نقط فهي محتاجة نقط محتاجة ايه انك تعمل زوم عليها فاكرين blow up أو blow up بيبقى هنا الاجابة blowing up يبقى blow up معناها يكبر الصورة يزوم الصورة ماشي لكن لها معنى تاني قولنا ينفجر أو يفجر 37 نبيل hurt hurt هنا ماضي لانه من ضارع كنا نضيف ناس hurt يبقى ايه عوّر أو أزا his elbow elbow اللي هو الايه الحتة كده في الدراع اسمها ايه ربي اللي هي الكوعة تمام كوعة يبقى elbow يعني كوعة تمام يبقى نبيل عوّر كوعة أو أزا كوعة in yesterday's tennis match في مطش التنس مبارح and had to واضطر انه ايه يوقف لعب صح payback يسدد plug in يوصل فيش ask for يعني يطلب اللي جابة تكون give in يعني ايه يوقف او يستسلم قلنا تسوي surrender يستسلم او تتكذب كده يستسلم 38 I had to note the application form انا اقترت اني املأ استمارة التقدم application form with my personal data او data او data بالبيانات الشخصية بتاعتي قلنا fill in يعني يملأ بيانات لكن fill up يملأ مثلا مياه بنزين وهكذا 39 the sugar I had at home السكر اللي في البيت ran not خلص يبقى ran out كده لازم run out of كده متعدي وقبلها الشخص وبعد كده الحاجة الخلص لكن هنا بيقولك السكر خلص يبقى لازم يبقى ran out من غير of يبقى السكر اللي في البيت خلص and I had to go out at midnight to buy some نكتبها برضو run out run out معناها ينفد تمام لكن run out of معناها يستنفد حد يخلص حاجة 40 بيقول I ran نقط شجر اهي جاب لك المفعول به الobject يبقى run out of يعني يستنفد وهو الشخص هو والحاجة اللي خلصت اهي 41 بيقول I have invited all my friends to the party انا دعيت كل اصحاب للحفلة but only ولكن فقط a few of them showed up يعني ظهروا هنا معناها قم يعني زروني وكده show up show up 42 بيقول the shop assistant البقيعة بتاعت المحل talked me into عنا talk مفعول به into معناها يقنع معناها ايه يقنع نكتبها برضو يبقى هنا talk somebody into معناها يقنع معناها ايه يقنع فهي اقنعتني ان اشتري that expensive t-shirt ده معناها ايه معناها ان هي البائع ده ده طلع ولد البائع allowed me سمح لي to buy it for a low price معناها اشتريه بسعر مغفض لا بيقول expensive غالي هو اقنع انه حلو بس غالي في النهاية طيب persuaded me اقنعني to come again اني اجتاني for a better collection عشان هيجيب تشكيلها افضل لا هو اقنعني بس اقنعني ان اشتريه convinced me to buy it اقنعني ان اشتريه تمام يبقى كده تحفظ معايا took into تسوي ايه convince واحنا كتبنا في فيديو الشرح تسوي ايه تسوي بالضبط persuade نفس المعنى يبقى عندنا يقنع تسوي talk into convince persuade طيب اخر واحدة بيقول forced me to buy it اكبرني ان اشتريه اسف انا اقصد الاختيار c ماشي مش دي c في 43 بيقول when you want to stop a call for a short time and resume it shortly after يعني لما انت توقف مكالمة لمدة قصيرة وبعد كده تكملها بعدها مدة قصيرة دي معانا ايه نقول hang up hang up يعني يعني يعلق المكالمة 44 بيقول which of the following is not correct عايزين واحدة مش صح والبقى كله صح the match ended المتش انتهى when one of the two players لما لاعب من الاثنين give in استسلم to the other للاخر سليمة the match ended when one of the two players give in المتش انتهى لما واحد من اللاعبين استسلم يعني قلنا give in لازم متعد حسب المعنى يبقى صح طيب the match ended المتش انتهى when one of the two players لما واحد من اللاعبة give to يعني اعطى الى ايه اعطى الى اللاعب اندي مش جاية خالص اذا انه هي دي الخطأ صح اذا انه هي الايجابة هو بيقولك not correct فدي الايجابة 45 بيقول which of the following does not have a phrasal verb ما فهوش phrasal verb the charger is plugged in في phrasal verb plug in يعني وصل في الفيشة في بي بيقول عمر looked at his sister عمر نظر لاخته هو ده phrasal verb بس ايه بس نفس المعنى الاساسي فلا يعتبر phrasal verb look ينظر وآت يعني الى يعني نقدر نقول ان look هنا نقدر نفصل لها عن آت اصلا مش تابع بعض ممكن كمان استخدم اي حرف جارتاني مثلا مع look والمعنى طبعا اتغيروا الكلام اللي انت عارفين يبقى كده ايه في الغالب الاجابة دي my mobile is switched off switched off مفصول يبقى phrasal verb i knew that my pc had been left on يعني سبوه شغال يبقى برضو phrasal verb اذا الاجابة تكون بي ده مش phrasal verb 46 i am going to pick my uncle up from the airport يعني انا ناوي اني اجيب عمي من المطار عنا pick up من ضد معناها التقط شيء او يجيب حد من مكان يوصلوا مكان ماشي طيب this means معناها that i am going to ايه ان انا ايه هعمل ايه say goodbye غلط طبعا هو مش هيودعه ده وراح يجيبه take my uncle from home هاخده من البيت للمطار لا ده العكس هيجيبه من المطار للبيت meet my uncle هقاب العم في المطار and take him to another place وهودي مكان تاني ممكن يكون البيت اي مكان تاني فصح go to the airport يروح المطار ويسافر مع عمه اكيد لا طبعا انا لو ما كان وعمل كده بس عمه كده كده ايه مش مسافر ده جاي 47 بيقول some people بعض الناس have problems لديهم مشاكل while بينما نقط studying المذاكرة او يذكروا حسب السياق and it might help to get up and move around والافضل يقوم يتحركوا كده طيب هو بيقول لك هنا they are ولا he is ولا she is ولا we are بيقول لك بعض الناس ناس people وبالتالي they are صح لكن مش he ولا she ولا we اذا اجابة تكون they are ايه لكم لا السهلة دي 48 بيقول she lost هي ايه ضيعت ايه او فقدت الامل احنا قلنا ان abstract nouns الاسماء المجردة زي الامل والحب والصبر والحاجات دي كلها اسم لا يعد فما بياخدش اوى لان الاسم الذي لا يعد لا يأخذ اوى لان ولا اس الجامع طيب هل هنا بيخصص الامل يعني بيقول امل معين هي فقدت الامل وقررت انها تستسلم الامل عمو فقدت الامل ما لش الامل مثلا فيه ام تشتري سيارة الامل الذي ذكرته لك ما فيش حاجة ايه تخصص اذا يبقى ذا غلط فno article يبقى نخلي بالك الاسم الذي لا يعد ما بياخدش ولا ا ولا ان ولا اس الجامع بياخد ذا في حالة التخصيص نشيل ذا في حالة العموم فيش اوضح من كده كسعى عربعين my brother and I usually depend on نقط اخويا اوانا اخويا اوانا انا فيهم يبقى نحن depend on ourselves على انفسنا او انفسنا صح ourselves انفسنا اظن كده حفظت كل الافعال الاستلاحية المهمة في المنهج من التكرار يبقى لما تلاقي نفسك دايما حاسن الحاجة دي صعبة وكلامات صعبة قرر كتير قرر كتير وحاول ترجع للفيديو مرة واثنين وثلاثة تمام انا مش بقول كده عشان مشاهدات طبعا والله عشان مصلحتكم يلا اشوفكم على الخير peace be upon you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته